الملكة البحرية وحققته طوال سنوات من مسيرتها الديمقراطية الراسخة جاء الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حافظه الله ورعاه بتحديد موعد الانتخاب والترشح لعضوية المجلس النيابي والمجالس البلدية للفصل التشريعي السادس ليؤكد على عدة معاني مهمة ستكون شاهدة على مجمل تاريخ مملكة البحرين السياسي فعلى الرغم من كل التحديات والظروف إلا أن مملكة البحرين تستكمل مشروعها الإصلاحي الشامل وتواصل نجاحاتها دون توقف لتأتي الانتخابات النيابية شاهدة على أهمية استمرار المسيرة الديمقراطية والعمل على تطويرها بما يواكب تطلعات القيادة الحكيمة وشعب مملكة البحرين الكريم ما شهدته الفصول التشريعية السابقة من إنجازات على الصعيدين التشريعي والرقابي ومناقشات للمراسيم بقوانين ومشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والأسئلة النيابية تؤكد أهمية هذه المرحلة فمملكة البحرين وهي مقبلة على عرص ديمقراطي جديد تدشن مرحلة هامة من مراحل العمل والبناء تسطرها بحروف من ذهب من أجل نهضة وأمن واستقرار الوطن إن البحرين وعبر مسيرة الانتخابات النيابية جسدت حقيقة الدعم والالتفاف حول قيادة جلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه والذي أرسل أركان الرئيسية للدولة البحرينية الحديثة وصاغ ملامح وجهها الحضاري وقاد مسيرة منجزات الوطن ومهد الطريق لمواصلة تحقيق مزيد من المكتسبات التي نالت رضا واستحسان الرأي العام من جهة وتقدير العالم من جهة أخرى لتستمر هذه المؤسسة الدستورية الراسقة في القيام بدورها التشريعي والرقابي والتعبير عن الإرادة الشعبية التي ستبقى حصناً لمكتسباتنا الوطنية وصمام الأمان لاستغرار البحرين ودوام رفعتها